بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع الخامس في الوحدة الخامسة نبدأ في إعراب الفعل نبدأ في إعراب الفعل والعلمين منهم التذكير بأن الفعل له ثلاث حالات إعرابية الحالة الأولى هي حالة الرفع والحالة الثانية هي حالة النصب والحالة الثالثة هي حالة الجزم إذن الإسم والفعل يشتركان في الرفع وفي النصب ويختص كل منهما بحالة واحدة في الاسم يختص بالحرف بالجر والفعل يختص بالجزم هنا أمر ينبغي التذكير عليه في موضوع إعراب الفعل نحن نقصد من الأفعال الفعل المضارع هو المقصود في باب إعراب الأفعال لماذا؟ قالوا لأن الفعل المضارع هو الفعل المعرب بين الأفعال وذلك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة ماضي ومضارع وأمر الفعل الماضي وفعل الأمر هذه مبنية فعل الماضي والأمر يقولون مبنية أما المضارع فهو فعل معرب وهو الفعل المعرب ما بين هذه الأفعال إذن نبدأ على بركة الله في الموضوع الأول في هذا الباب أو في هذا الجزء من المنهج وهو رفع الفعل المضارع هناك قاعدة عامة وقاعدة شاملة تقول أن الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بناصب أو بجازم الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بناصب أو بجازم هذه قاعدة عامة في إعراب الفعل المضارع أنه يرفع إذا لم يسبق لا بأدات نصب ولا بأدات جزم يقول الله تبارك وتعالى ومن تاب تاب هذا ليس فعل مضارع إنما هو فعل ماضي لا علاقة لي به وعمل أيضا كذلك صالحا فإنه يتوب يتوب هنا فعل مضارع إعراب يتوب نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذه الحالة الأولى وهي أبسط الحالات وأسألها حالة رفع الفعل المضارع والقاعدة تقول إذا لم يسبق بناصب أو بجازم أما الحالة الثانية من حالات عراب الفعل المضارع فهي حالة النصب نصب الفعل المضارع القاعدة تقول أو السؤال يقول متى ينصب الفعل المضارع السؤال أو الجواب إذا سبق بأدات نصب ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأدات نصب ما هي أدوات النصب؟ أدوات النصب أشهرها ثلاثة هي أن ولن وكي أن المصدرية هذه مثل يريد الله يريد هنا الفعل مرفوع لا علاقة به في هذا الشاهد يريد الله أن يخفف عنكم أن هنا أداة نصب ويخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا يقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم نفس الشاهد أن أداة نصب لكن الفعل مضارع هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة اتصلت به والجماعة إذن هو منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لن قول الله تعالى لن أكون ظهيرا للمجرمين لن هنا دخلت على الفعل مضارع فانتصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفي الآية الأخرى لن ندعو مع الله إلها آخر لن أداة نصب ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مع أن الفعل معتل لكن قلنا في درس الماضي الفعل المعتل بالواوي أولياء يقبلوا علامة الفتح اعمل خيرا كي تنال تنال هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو منصوب بالأداة كي هنا ملحوظة مهمة نشير إليها في هذا الرسم هنا ملحوظة وهي أن الفعل المضارع قد ينصب ولكن ينصب بعلامة أو بأداة مضمرة غير ظاهرة في الكلام والأداة التي تضمر في هذا الباب هي أن لا نضمر إلا أن لماذا؟ قالوا لأن أن هي أم الباب هي أم الباب وبالتالي فهي لها حكم الإضمار طيب أين تضمر أن هنا؟ قالوا تضمر في مواضع متعددة عدوها إلى عشرة مواضع نذكر بعضا منها في هذه العجالة بعد لام التعليل اللامة التي تفيد التعليل التعليل قال الله تعالى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى اللام هذه لماذا عجلت إليك؟ اللام هنا للتعليل لترضى الفعل مضارب بعد لام التعليل يأتي منصوب منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل علامة النصب هنا نقول الفتحة ماذا؟ المقدرة لأن الفعل مختوم بالألف ولا تظهر الفتحة لتعذر ذلك بعد لام الجحود ما هي لام الجحود؟ لام الجحود قالوا هي اللام المسبوقة بكان أو يكون المنفية يعني مسبوقة أيضا كان ويكون بنفي نحو ما شوف النفي كان الله ليعذبهم ليعذبهم ما كان الله ليعذبهم اللام هذه لام الجحود يعذب بأهم لاحظ معي الفعل هنا مفتوح لأنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بماذا نصب؟ نقول نصب بأن المضمرة بعد لام الجحود بعد حتى التي تفيد انتهاء الغاية حتى يرجع لاحظ معي الفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة منصوب بماذا؟ قالوا منصوب بأن المضمرة بعد حتى أيضا الحالة اللي بعدها الرابعة بعد فاء السبب ما هي فاء السبب؟ المسبوقة بنفي أو طلب بعد فاء السببية يعني فاء التعليلية التي تسبق بنفي في بداية الكلام إما أن يكون نفي أو طلب اللي هي من أدوات الطلب المشهورة في اللغة يا ليتني كنت معهم فأفوز لاحظ معي هنا فأفوز الفاء هذه سمنا فاء سببية مسبوقة بطلب اللي هنا التمني والفاء هنا سببية والفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية هذه الموذج من نماذج النصب بأن المضمرة من العلماء من قال أن لم التعليل تنصب بنفسها لم الجحود تنصب بنفسها حتى تنصب بنفسها والفاء النصب بنفسها لكن الأشهر على قول العلماء أن هناك أن مضمرة بعد هذه الحروف هي التي نصبت الفعل المضارع بعدها